يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة حلقتنا النهاردة فيها كتير من المفاجئات فيها حوار مهمة جدا فيها ديوف أعزاء جدا فيها كلام كتير عن منتخب مصر وفيها حديث كتير عن المنتخب اللي إن شاء الله يروح الكاميرون ويرجع بالكاس ما عندناش بديل ولا سبيل غير نحن ناخد الكاس إن شاء الله ننافس بشرف ننافس بجهد واكتهاد من كل الرجال اللي مسافرين لعبي مصر اللي موجودين في أرض الملعب والجهاز الفني الرائع في كالوس كيروش إن شاء الله عندنا فرصة وفرصة كبيرة جدا إن نحن نفوز بالبطولة هنفوز بالبطولة طبعا نقدر طبعا إحنا المنتخب الأكبر في القارة على مر التاريخ ولكن فيه منافسة منافسة شريفة منافسة بين فرق ومنتخبات أخرى عندها من اللعبين ومن الأجهزة الفنية اللي تخليهم أيضا يقدروا ينفسوا المهم إن إحنا نلعب كرة حقيقية المهم إن إحنا نظهر بشكل كويس المهم إن إحنا نظهر بشكل محترم يالله باسم منتخب مصر التاريخ هو ده اللي إحنا نتمناه وهو ده اللي ندعي ويبقى نفسنا فيه ونقعد ندعي من الجهاز الفني واللعبين عليه نكسب ده في علم الغيب ليه في علم الغيب عشان حما نملعبش لوحدين حنلعب مع المنافسين أيضا أقواء فإحنا إن شاء الله نكسب قدام المنافسين الأقواء عشان إحنا كمان منتخب قوي مش أقل من المنتخبات الأخرى المهم نظهر بالشكل المعقول فات خلاص الكلام عن هو اختار مين ما اختارش مين وعجبني جدا زي ما قلت لكم تصريحهم من يومين لما قال إنه اختار 25 لعب دعموا الـ 25 لعب ما تسألونيش عن اللي استبعتهم اللي استبعتهم استبعتهم وخلاص هو صح هو غلط مش ده الحديث دلوقتي الحديث إن إحنا نقول إن الـ 25 لعب اللي موجودين مع منتخب مصر في الكاميرون عشان يلعبوا كأس الأم الأفريقية دول 25 لعب هم الأفضل في مصر هم الأحسن في مصر عجبك لعب مش عجبك لعب هم برضو الأفضل في مصر هم اللي هندعمهم وزي ما قال كيروش هم الأفضل في وجهة نظره وفي نظرنا في العالم مش في مصر بس نشجعهم ونسندهم نقول لهم إن انتوا تقدروا مين يلعب في نص الملعب مين يلعب بكرايت مين يلعب بك شمال مين يلعب في وسط الملعب مهاجم صانع ألعاب كل ده كيروش حر فيه المهم نظهر بشكل كويس إيه هو الشكل الكويس الشكل الكويس إن إحنا بوقفين على رجلينا مش منتخم يعني تاية في أرض الملعب هتقول لي يعني إيه برضو هقولك يعني ما تستناش قوي متعة لعب مش شرط نقدم أداء ممتعة مش شرط ليه إن الكرة في العالم دلوقتي بالمناسبة ما بقاش فيها متعة أوش والمنتخبات أو الفرق اللي بتقدم متعة بيستثناء منشستر سيتي مش شرط بتكسب المنتخبات اللي وقفة على رجلها اللي بتبقى عندها تاكتك محترم أمور بدنية جيدة لعبين حفظين مراكزهم وحفظين طريقة اللعب بيكسبوا بيكسبوا بطولات إيطاليا كسبت اليورو بالطريقة دي فرنسا كسبت كاس العالم بالطريقة دي قبليهم البرتغال كسبت اليورو بالطريقة دي فدي أمور لازم حضركم تحطوها في الاعتبار